اهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وفيها وقعت مصر اتفاقية تمويل قيمتهما 350 مليون دولار مع السعودية لتطوير محطتين للطاقة وتأمين واردات المنتجات البترولية التي تسعى للحصول عليها لانهاء اسوأ ازمة الطاقة تواجهها منذ عشرات السنين وتتعلق احدى الاتفاقيتين بتمويل قدره 100 مليون دولار لمحطتين كهرباء يتوقع ان يتيح تحديثهما زيادة توليد الطاقة الكهربائية وتتعلق الاتفاقية الاخرى بتمويل قدره 250 مليون دولار في سورة منتجات بترولية يأتي هذا فيما قال مسؤول مصري ان السعودية ارسلت لمصر منتجات بترولية قيمتها 3 مليارات دولار بين ابريل وسبتمبر الماضيين بينما بلغ اجمالي المساعدات البترولية السعودية 5 مليارات دولار منذ يوليو العام الماضي صرح وزير الداخلية ليبي ان المرافئ والحقول النفطية الليبية امنة وتحت سيطرة الحكومة الليبية وكان مرافئ البريغا قد شهد احتجاجات مؤخرا بعد من دلع الصراع للسيطرة على قطاع الطاقة الذي تديره الدولة الليبية وادت الاضطرابات في ليبيا الى تراجع في صادراتها من المادة الخام لكنها تدخ حاليا 800 الف برميل يوميا على الاقل من النفط الخام وهو اعلى اربع مرات عن مستويات الانتاج منذ اشهر اعلى البنك باركليز البريطاني انه خصص مبلغ 500 مليون جنيه استرليني لتغطية ايات نفقات قد تنتج عن التحقيقات الجارية في عدد من الدول على مستوى العالم بشأن اتهام بنوك بالتلاعب باسعار العملات وكان باركليز من بين المصارف التي علقت التعامل مع تجار العملة بعد الاتهامات بالتلاعب بالسوق وقد تم ادراج المبلغ الذي تم اقتطاعه لتغطية الغرامات المحتملة ضمن النتائج التي اظهرت ارتفاع ارباح البنك قبل حساب الضرائب خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الى 7.3 مليار جنيه استرليني مقارنة بـ 8.2 مليار جنيه استرليني خلال نفس الفترة من العام الماضي وادت هذه النتائج الى ارتفاع سعر سهم البنك بالنسبة 2% مؤخرا وعدت مجموعة من الجهات المانحة ابرزها البنك الدولي والاتحاد الاوروبي بلدان القرن الافريقي بمساعدة قدرها 8 مليار دولار خلال السنوات القادمة من اجل تنمية هذه المنطقة وصدر هذا الاعلان تزامنا مع بداية جولة افريقية لكل من الامين العامة للامم المتحدة بنك مون ورئيس البنك الدولي جيم يون كام ووعد البنك الدولي بمساعدة حجمها 1.8 مليار دولار والبنك الاسلامي للتنمية وعد بمليار دولار في حين وعد الاتحاد الاوروبي بمساعدة قدرها 3.7 مليار دولار حتى عام 2020 كما وعد البنك الافريقي للتنمية بمبلغ 1.8 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فيما ستوزع المساعدات على ثماني دول هي اثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا واريتريا وجنوب السودان والسودان واوغاندا قال جان كوم رئيس التنفيذي لخدمة التراسل الفوري واتساب ان خطط اطلاق ميزة الاتصال الصوتي التي وعد بها في وقت سابق من العام الجاري قد تأجلت حتى مطلع العام المقبل 2015 وكان كوم وعد عقب استحوادي شركة فيسبوك على واتساب في شهر فبراير الماضي مستخدمي الخدمة بتقديم ميزة الاتصال الصوتي خلال الربع الثاني من هذا العام لمنافسة خدمات اخرى مثل سكايب وبيبر واوضح الرئيس التنفيذي لواتساب ان عددا من المشكلات التقنية هو ما اعاق تقديم الخدمة الجديدة ولكن يعمل فريق تطوير واتساب حاليا على حلها قبل تقديم الميزة لستمائة مليون مستخدم نشط شهري كان هذا كل ما لدينا مشاهدين في جولتنا الاقتصادية ختاما نشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة